أعلنت محافظة بابل اليوم الأربعاء عن إتمام 70% من عمليات التعداد السكان في المحافظة بمشاركة 6284 باحثا ميدانيا وفي إطار ضمان سير العمل فرضت القوات الأمنية حضرة تجوال بدءا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل تزامنا مع انطلاق عمليات التعداد طلقت فرقنا الميدانية ما يقارب من 6284 باحث ميداني درب من قبل مديريتنا لغرض تنفيذ المشروع الوطني الكبير للتعداد لعمل السكان والمساكن وبإشراف أكثر من 100 موظف من موظفه مديرية حصاء بابل منتشرين ومتوزعين على كافة الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة هذا المشروع الذي يمثل العرس الوطني الكبير والاستحقاق الدستوري والوطني لكل إسراء ولكل مواطن عراقي تطبيق الأجهزة الأمنية بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة من المرحلة الثانية والتي هو تطبيق حضر التجوال حيث تطبق مفردات الخطة الأمنية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليلة أمس ومستمر الحضر الشامل أيضا هناك تأمين ومرافقة للأخوة العدادين والأحصائيين الموجودين في محافظة بابل عموم المحافظة هناك إشراف ميداني من قبل قائد شرطة محافظة بابل لغرض الاطلاع على أهم الأمور المهمة وكذلك تعرف فيها خطة أمنية موسعة اشتركت بها كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والأجهزة الساندة والكل حاليا تمارس واتطبق المفردات التي صدرت من اللجنة العمنية العليا للتعداد السكاني والمساكن